كل شوية يقولك مشروع كرة وجديد بس تصبروا علي سنتين فلوس بالمليارات بتتصرف في الوال حاجة والجماهير مش حاسة بالتغيير وكل اللي حاسة بي حارقة الدم وارتفاع الضغط ولا هي عرفة تغير الرئيس ولا هي عرفة تشجع غير النادي ده وبما ان الظاهرة دي كترت مؤخرا في اخر عشر سنين فتعال بقى يقولك على مشاريع كروية اتعامل حواليها ضجة وطلعت في البلح منشستر يونايت لا 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 ده ملك المشاريع الكدابة ده من بعد السير ليومنا هزا كل موسمين يطلعوا بمشروع جديد والنتيجة صف اليونايت ده صديقي من ساعة ماجوارديولا وصل صرفوا اكتر من السيتي بس ديك شايف هم فين والسيتي فين البداية كانت مع ديفيد مويس واللي فشل في كل حاجة وما قدرش يقنع الجماهير ولا اللعيب علشان يقولك احنا نجيب بقى مدرب خبير هاتوا فانغان ويجي الراجل ياخد كأس صفيح ويطردوه بعد كده ويجيبوا بعديه حلال العقد موريني وبيق ابو العز ويعمل معاهم موسم كويس جدا وياخد تاني الدوري في الموسم التاني وبعدين كل حاجة تنهار في الموسم التالي وهوب يطردوه جابوا السلوشيار عمل كم ماتش وبعدين جاب جلطة للجماهير ومشوه وجابوا تنهار انا مش بحتاج اكلمك عنه بقى ودلوقتي الروبين اموري هو اللي هيحل الموضوع وفي كل المحطات دي كان فيه مئات الملايين بتتصرف مع وعود برجوع كابير انجليترا من تاني سنة سنتين تلت سنين بالكتير يتهد المشروع كله ويبدأ من نقطة الصفر من جديد بدون هوية وبدون نجاح وبدون حاجة لان زي ما انت شايف مفيش مدرب شبه تاني لا في الشخصية ولا حتى في طريقة اللعبة توتنهام دانيال ليفي رئيس توتنهام من ابخل الناس على الكوكب مش محتاجة اقول لك ليه موباين من اسمه بس الحقيقة الراجل اخر كام سنة قرر يصرف بسخاء على الفريق علشان لازم ياخده بطولة وعمل كام مشروع ورا بعض كده من اول بوكتينو لحادي بوستيكو جلو دلوقتي ملايين وصفقات وقايمة ممتازة الحق يتقال وكل صف يكسر رقم قياسي في التعاقدات بتاعت النادي لكن المحصلة برضو ولا حاجة بعد الاستاذ الجديد اتحلت كل مشاكل النادي المالية الا مشكلة واحدة ان توتنهام مش قادر يبقى فريق كبير هو اسم اه ليه تأديره لكن كهوية لا يوصل لاخر السبق ويعطى علشان يبقى بجدرة واحد من افشل المشاريع الكروية في السنين الاخيرة باريس سان جرمان استنى بس ما تستغربش الكلام واتقل علشان تفهم هو ايه مقياس نجاح المشروع من عدمه؟ يعني نجاح رياضي ولا نجاح مادي؟ طب خلين اشرح لك اكتر باريس سان جرمان ومانشستر سيتي مشروعين مملوكين للدول الخارجية لكن انا وانت عارفين ان فيه فرق كبير بين الاتنين في كل حاجة رغم ان دايما فيه نجوم في باريس اكتر من الستي ماديا باريس بيدفع لواتب اكتر بيصرف في السوق اكتر بيحقق القاب محلية اكتر وبيخسر القاب رغم الفارق الكبير اوي 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 بينه وبين انديت فرنسا لكن اوروبيا بقى هو فارق فاشل بامتياز وانا وانت عارفين ان الدور الفرنسي ما يفعش يكون مقياس لأي نجاح الصرف القطري خلى الفريق على الخريط ماشي وفعلا اي فريق بيقابله بيعمل له حساب لانه فنيا مش ضعيف لكن كل دا ما كانش كافي انه يتصنف نجاح لما تقارن الصرف بحجم الانجازات اللي كان ممكن يحققها بربع للصرف يعني مثلا لو كان ناصر الخليفة عنده نادي في انجليترا كان هيبقى الكلام مختلف صح في اسبانيا او حتى ايطاليا كان هيبقى فيه كلام مختلف تماما لكن انا وانت عارفين قصة باريس عمرها مكانة رياضية اصلا تشيلسي بص يا صديق تشيلسي من بداية عهد روماني براموفيتش وهو بيصرف بسخاء بس على الاقل كان في ناجحات بتحصل محليا واوروبيا محدش يقدر ينكرها وهو اللي حط النادي على الخريطة اصلا لكن بداية من عهد توت بويلي وتشيلسي بيصرف بسخاء اكبر لكن النتائج كارثية مليار وربع يورو يمكن اكتر والنتيجة ولا حاجة والولا لاعب زي كول بالمر مثلا كان وضع تشيلسي بقى يصعب على الكافر والسبب معروف هو صرف بدون عقل وبدون تنظيم يعني ما تقدرش تقول على صفقات تشيلسي وحشة لا بقى هي لعيبة موهوبة جدا وصغيرة جدا في السن وممكن تعمل فريق يكتاسح لسنين تمام كده؟ تمام لكن ليه تسع مدافعين وخمسة ارتكاز وخمسة حارس مرمى وحاجات غريبة كده؟ طيب هل التعاقدات دي تمت بمعرفة المدير الفني؟ ولا بمعرفة رئيس النادي حتى؟ طيب هلأ اي مدير فني جهة عارف يضرب الناس دي كلها؟ ولا كلهم كانوا زي بعض محترين؟ قال حقيقة ان تشيلسي بيمر بمرحلة فوضى محتاجة مدير رياضي شاطر وفي نفس الوقت رئيس النادي يبعد عن الصورة شوية يعني من الآخر حد يجي يرتب الفريق من جوه بين بيع وإعارة ويضبط قيمة الفريق ويدعم بعناصر عندها خبرة شوية ويبقى فيه مدرب موسوق فيه انه يقدر يعمل مشروع حقيقي ماريسكا بقى او حد غيره مش فرق لكن المؤكد ان تجربة تشيلسي الامريكية كاريسية لحد دلوقتي المشروع السعودي اصبر يا طيب اصبر وفامني المشروع السعودي حقق كتير من اهدافه زي الترويج للسعودية ككل وجذب جماهير الكرة من كل انحاء العالم وكمان الاهتمام بالدوري اللي تصدر فعلا عنوين كل صحف العالم في فترة من الفترات يعني من حيث التسويق الموضوع ولا يا ولا كان ناجح فعلا محدش يقدر يقول غير كده بس من حيث التجربة ككل فالموضوع غير كده من غير حساسية واتقال وتعال اشرح لك بقى واسمع وجهة نظر المنتخب السعودي اداءه تراجع بشكل كبير وتحول من بعبع لقط أليف اي منتخب ممكن يكسبه عادي ولو فاكر ان القصة في روبرتو منشيني فانت غلطان لان حتى لو التجربة فشلة فكان لها اسبات ان فعلا 80% من لعبة المنتخب بقوا لعبة احتياطية في فرقهم بعد طفان الاجانب اللي حاصل في الدوري صحيح وبالكلام عن الاجانب فبرضو 70% منهم جاية كل عيش ويفهم معنى الكلمة زي ما انت عايز طبيعي انك تغري لعب بالفلوس علشان يسيف فرق كبيرة ودوريات اوروبية ويجي يلعب في الخليج تمام لكن اللي مش طبيعي بقى ان اللعب يجي ياخد فلوسه وميعملش حاجة مقابلها بقى ويبقى الموضوع سبوبة من الاخر وعم السبوبة في العالم نمار مثلا مقدمش اضافة واحدة ولو جيت دورتي في 80% من الاسماء اللي جات السعودية سواء الكبيرة او الصغيرة ما عملتش اي اضافة فعليا بالعكس خدت مكان لعيبة محلية وخدت ملايين كتير والمحصلة لا شيء وطبعا عام المشاريع الفاشلة بقى هو المشروع الصيني بس ده من كتر ما هو فاشل مش لازم نتكلم عليه يعني لان احنا اتكلمنا على اللي فيهم امل يطلعوا حاجة مستقبلا وبقى السياسين قلنا بقى صديق هل انت شايف ان المشاريع دي فاشلة فعلا ولا ممكن تنجح وهل في مشروع فاشل في رأيك ما قلناهوش مستني رأيك في الكومنتات ومستنيك كمان تعمل لايك وسبسكرايب وشير علشان يوصلك كل جديد سلام يا صديق شكرا يزيد على التخبير اشتركوا في القناة